مرحبا وأهلا وسهلا فيكم والسلام للجميع في هذه الحلقة من قبل الوصول إلى كندا بدنا نحكي عن لما توصل المطار شو بيصير معك خليكم معنا بعد الفاصل السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجي علنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد هذا الفيديو برعاية مكتب عمرو لخدمات الهجرة مكتب عمرو لخدمات الهجرة مرخص من قبل الحكومة الكندية ومختصون بجميع قضايا الهجرة والزيارات إلى كندا العام أي واحد بوصل إلى كندا بده يسوي شغلة اسمها إميغريشن ديكلوريشن أو إثبات ما هو الموجود معك سأجيكم صورة من الدكلوريشن فورمز أو الفورم هذا اللي موجود سهل جدا في أول فقرات رح نحكي عنها لازم تعبي اسمك وعنوانك حنحكي مع عنها بشكل مفصل بالفيديو هذا خليكو هوم هذه البطاقة يسمها ديكليوريشن كارد عادة بعطوك إياها في الطيارة هلأ في بعض المطارات بس تدخلها في كندا بطل يعطوك إياها لأنك سرت تسويها على كمبيوترات أول ما تنزل فإذا أعطوك إياها أو ما أعطوك إياها نفس الأسئلة رح تكون في المطار عادة في المطار بتروح على الجهاز بتعمل سكان لجواز سفرك بتصور وجهك وبتحكي كم واحد في العيلة وبعطيك وراءة كابلة بس الأسئلة نفسها فلازم نكون واقعي واضحين هون حكينا عن موضوع العشر تلاف دولار في هذا الفيديو فانتبهوا لها بنا نحكي هون هذا الأول إشي مش لازم تسوي فيه إشي ما تكتب إشي هذا مش إلك هذا للموظف الجمارك هون بتكتب أول إشي اسم العيلة فاصلة بالأحرف مثلا العيلة الأحمد أل أحمد فاصلة اسمك الأول وإذا ما كفها بتوقف هون تاريخ الميلاد أول إشي السنة مثلا تمانين تمانية صفر أو ألف وتسعمائة وسبعين سبعة سبعة الشهر واليوم المنث والدي الستيزن اللي هي الدولة اللي معك جواز منها وإنت جاي منها مثلا إذا جواز معك أردني بتكتب جوردن إذا معك أو جوردينيان إذا معك جواز سفر عراقي بتكتب إراكي مثلا إذا معك جواز سفر مصري بتكتب إيجيبشن وهذه البطاقة بتسمح لأربعة أشخاص ماكسمو فإذا أنت عندك في العيلة أربع أشخاص ممكن تحطهم في بطاقة إذا عندك خمس أشخاص لازمك بطاقتين إذا عندك تمان أشخاص بطاقتين إذا تسع أشخاص بدك ثلاث بطاقات العنوان اللي موجود في كندا هذا العنوان إذا عندك عنوان موجود أكتبه إذا ما عندك أكتب اسم الهوتيل اللي رايح عليه كيف إيجيت على كندا بتحط الجو عادة هذا بالقطار إذا بالمية بالهايوي عادة بالجو الرقم الرحلة اللي إنت جاي فيها بتكون موجودة على البوردينج باس شو السبب اللي إنت جاي تدرس جاي سياحة إليك يعني أو بيزنس إنت بتكتب بيزنس هلأ arriving from من وين جاي من الأمريكا فقط من دولة تانية direct مباشرة أو من دورة تانية ونزلت ترانزيد في أمريكا بختلف طيب هذه الأسئلة مهمة جدا إذا أنت جايب معك أحد هاي الأشياء الأولى اللي هي أسلحة إذا جايب بتحط yes إذا مت جايب بتقول نو التانية أي إشي للبيع مثلا أشياء للبيع مثلا جايب معك عشر لابتوبات مثلا الشغلة الثالثة اللي هي كتير ناس بتضيع فيها أي إشي بتاكل يا جماعة مختصر إذا لا سمح الله وجدوا معك شغلة بتتاكل أكل فود وما حطيت ياس وعادة معظمنا بيجيب معها حتى لو أنك جايب معك شوكولاتة جايب معك مدامها بتتاكل أكتبها عشان تريح راسك رح يشوف عليها ياس رح يسألك الأوفيسر شو معك رح يشوفك واثق من نفسك بتقول أنا معاي شوكولات وكوفي بقول لك معك إشي تاني بتقول له لا بقول لك أوكي روح مع السلام بس إذا شك فيك وقلت له لا ومعظم إحنا الدولنا العربية ما شاء الله بيجيبوا زعتر وزيت وزيتون وجبن وميرامية وقهوة وتمر وهذا إذا شك فيك رح تضطر أنه تتفتش وإذا تفتشت ووجد معك رح يخالفك إذا ما أعطاك ورنينج هذا كويس يعني من النقطة البعدها إذا معك فلوس عشر ألاف أو أكثر إذا معك عشر ألاف لازم تحط ياس إذا معك أكثر لازم تحط ياس هذه مش مشكلة كبيرة لأنه إذا معك أكثر من عشرة ألاف بس بيسألوك من وين مصدرهم يعني المصدر طبعا إذا عندك أنت كانوا في البنك حطنا معي في البنك وجيب كشف حساب إذا بعت مثلا بيت أنا بعت بيت ما عندك مشكلة أوكي هذه إذا معك أشياء مش واصلة معك يعني شغلات شاحنها بالشحن بتحط ياس وهاي إذا إذا رحت على مزارع قبل ما تيجي على كندا إذا رحت على مزارع بتحط ياس بخافوا أن يكون معك أي أمراض من هاي المزرع طبعا هذه للفيزيترز تو كندا إنت مش فيزيترز فهاي ما بتعبيها أوكي هلا للريزيدنس أو في كندا إذا إنت مقيم في كندا بولك هل أي الأحد من الأشخاص عندك زود على المسموح أنك تدخله في كندا المزرع هنا يا جماعة أو سوري هاي هون عادة لأنك أنت أول مرة جاي ما في إلك المزرع في المبالغ بس إذا إنت جاي المرة الثانية أو الثالثة في إلك لميتس لـ 800 دولار أشياء أشريها ببرك كندا بما معناه أنك جايب هدايا جايب شغلات أو حدا هداعك إذا معك أشياء بـ 800 دولار أو أكثر لازم تصرح عنهم المسموح لك إذا سبع تيام أو أكثر أنت مغادر كندا 800 إذا كاتبين هون كل الشغلات 800 ضمنها الدخان والألكاهول المشروبات الكحولية طبعا مسموح لك لتر ونص وين أو وين يعني خمرة لكرز لتر و 14 أو 24 علبة بيرة ولازم يكون عمرك طبعا قانوني المسموح لك 200 سيجارة بدون جمارك اللي هي كروز دخان واحد أو 50 جرام أو 50 سيجار أو 200 جرام اللي هو تباكو المعسل أكثر من هيك لازم تحط يس هدول الشغلات اللي مسموح لك تجيبهم معك هلا أنتو اللي جاي أول مرة بكون ما في عنده ديت ليفت كندا هذا عشان نشوف كم يوم أنت طالع أوكي وهون قديش معك فلوس قديش معك قيمة الهدايا اللي موجودة ومشتريها الأطفال الأشخاص اللي عمرهم 16 سنة وأكبر لازم يوقعوا 1 2 3 4 حسب الأسماء اللي موجودة فوق ويحطوا التاريخ طبعا هذي اللي بعطوك إياها موجودة باللغتين باللغة الإنجليزية والعكس أو بالخلف بتكون باللغة الفرنسية لما توصل أنت أول مرة إلى كندا رح يخدوك من الإميغريشن العادي أو الموظفي الحدود ورح يودوك إلى موظفي الهجرة عشان تثبت حضورك واللغتين أول رح يسألوك عدة شغلات أول شغلة رح يسألوك إياها إنه وين رح تسكن عشان يرسلوا إلك بطاقة الإقامة الدائمة أو الPR فإذا إلك صديق أو شخص بتعرفه ممكن تعطيهم هذا العنوان إذا ما إلك صديق قلهم أنا أحسكم في فندق وأول ما أحصل على سكن دائم رح أتصل في وزارة الهجرة وأعطيهم عنواني فرح يعطوك رقم تلفون تستخدمه عشان تتصل بوزارة الهجرة وتحدث عنوانك عشان يبعتوا لك الإقامة الدائمة السؤال الثاني المهم اللي رح يسألوك إياه طبعا رح يفلبو منك دوكومنتين اللي هو جواز سفرك المحطوط عليه الفيزا وشغلة اسمها الاندينج بيبر حكينا أنها مهمة جداً 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 هاي الاندينج بيبر اللي أعطوك إياها في السفارة الاندينج بيبر هاي بتحتفظ فيها إلى نهاية عمرك لأنه بتحتاجها يوم ما تقدم على الجنسية وبتحتاجها لما تقدم على التقاعد أو البنشن فبطلب منك هذول ورقتين الأوفيسرز أو الموظف الهجرة بعدين بيسألك كمان سؤال قديش معك كاش فبتقوله أنا معاي ما تخاف قوله معاي عشرين ألف تلاتين ألف مئة ألف عشر تلاف قديش معك مبلغ كاش ويحكيله بأي عملة عادة يبدأك تجيبهم بالدولار الأمريكي أو الدولار الكندي ما تجيب عمل تاني لأنه بتخسر كتير فالأفضل تجيبهم بالدولار الكندي إذا بتقدر تحول دايريكت إذا ما بتقدر تجيبهم بالدولار الأمريكي بعدين تقدر تحولهم هون رح تخسر شوي طبعا كل ما كثرت التحولات كل ما خسرت فإذا تحول دايريكت من عملتك للدولار الكندي أفضل لأنه هون إحنا مستخدم بس الدولار الكندي ممكن تصرف الدولار الأمريكي وسعره تقريبا ثابت يعني بنزلوا بطلع شوي بس ثابت فما في الآن بتحكي للأوفيسر قديش المبلغ اللي معك ليش لأنه لما تروح تفتح حساب في البانك رح يطلبوا منك خاصة زي المبلغ أكبر من 10,000 دولار رح يطلبوا منك يعرفوا من مين هذا المبلغ بتقول أنا جاي إميغرانت لأول مرة ولما دخلت دخلت معي هذا المبلغ وهي مكتوب عندي في هاي الورقة فبتطلب ورقة من الأوفيسر للمبلغ معك أكثر من 10,000 إذا معك برضو شكات سياحية برضو لازم تحكيلوا عنها لأنه هاي داخل ضمن المبلغ اللي معك حتى لو إنه مش كاشموني عادة 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 كل واحد لما يدخل كندا مصرح إنه يدخل 10,000 دولار انتبهوا 10,000 دولار كندي بدون ما يفصح عنهم وما بعد 10,000 مسموح لعدخل لكن لازم يفصح عنهم واضحة النقطة أقل من 10,000 مش لازم يفصح عنهم إذا أكثر من 10,000 لازم يفصح عنهم يحكي مصدرهم بس أما ما علي أي مشكلة إذا مسكوا معك أكثر من 10,000 دولار يحق للأوفيسر هذا يتخذ إجراءات قانونية في حقك وهي قد تكون إنه يتخسر كل الأموال أو تدفع غرامة أو ممكن يحط عليك بلاك لست نقطة سوداء و تصير طول مرة كل مرة تتفتر الآن لما تدخل إميغريشن أول مرة بتحقلك تدخل المبلغ اللي بدك إياه هذا بفيدك عشان تعيش أول فترة لازم تكون منتبه قديش المبلغ اللي بدك تدخله تحكي دايريكت عليك الشغل الثالثة رح يسألك إياها اللي هي إذا عندك أشياء ما جبتها معك وشحنتها شحن إذا شاحن أي إشي معك احكي عنه لازم يكون معك لستة حكي أنا في الفيديو الأول عن هاي اللستة بالأشياء اللي أنت شاحنها مثلا أنت شاحن غرفة نوم شاحن تلفزيون شاحن أواعي شاحن أدوات مطبخ وريفر أنت شاحنه بتقول أنا شحنته عن طريق شركة الشحن الفلانية وهاي معاي صورة من اللي شحنته كم الكمية والتاريخ المتوقع يمكن يطلبوه منك عشان لما تروح يتخلص في الجمارك ما يدفعوك أي مبالغ عادة البروستس تبع المغرشن ما بكون طويل إذا ما بتفهم إنجليزي ممكن يجبو لك مترجم على هذا مش دائما المترجمين موجدين خاصة للغات القليلة اللغة العربية من اللغات الكتير اللي بيجو منها الصيني بيجو منها كتير الهند بيجو كتير فبتلاقي فيه مترجمين وعادة الأوفيسرز بيكونوا من دول مختلفة أو بيحكوا لغات مختلفة فممكن تلاقي أوفيسر بيحكي عربي عادة معظم المهاجرين بيجو بيحكوا إنجليزي لكن في حال إنما كنت تحكي إنجليزي رح يكون فيه أحد أكيد يساعدك غاد إذا عندك أي أسئلة في هداك اليوم لازم تسأل الأوفيسرز مباشرة ما تخاف هذا الأوفيسر موجود أو الموظف هذا موجود عشان يساعدك ويسهلك أمور إجراءات الدخول إلى كندا الموضوع مش معقد سهل جدا رح يكون سلس وساعتها بولوا لك أهلا وسهلا بتروح تستلم شونتك وبتدخل كندا إذا عجبكوا هذا الفيديو عملوا له شير وإذا عجبتكم القناة عملوا سبسكرايب وإذا أنا عجبتكم اقرأ وزر التنبيهات عشان يوصلكوا كل جديد هنعطيكم العافية إن شاء الله نشوفكم في حلقات أخرى اشتركوا في القناة